وينضم إلينا من دماشق ضيفنا الكاتب والباحث والسياسي الدكتور أسامة ضنور أهلا بك دكتور أسامة على شاشة الغد أولا أين الخلاف أهلين دكتور أسامة أين الخلاف يا دكتور هل في الآلية أم البنود طبعا بداية لنقول بأنه يجب أن يكون ضروريا بالنسبة للوسيط الدولي أو الميسر الدولي أن يعلم بأن هذه العملية تحتاج إلى وقت طويل نحن نتحدث عن صياغة عقد اجتماعي ما بين السوريين بعد أزمة طاحنة ولذلك الحديث عن الاستعجال في تحقيق خرق هو لا يناسب الحقيقة هذا الظرف يعني أحيانا كلمة في صياغة أحد القوانين لربما تأخذ ردحا طويلا من النقاشات طيب هو قال جيرب بيدرسون دكتور هو قال لم تسجل هذه التفاوض أو المفاوضات أي تقدم واضح هل هي كلمات مبطنة بالفشل في رأيك؟ نعم هي الحقيقة لأنه هناك أكثر من عامل يعني عندما تكون هناك أطراف نتحدثون عن الوفد المعارض نعلم جيدا أنه في أي دستور الكلمات الأولى في أي مبادئ دستورية مثلا الجمهورية العربية السورية جمهورية ديمقراطية أو دولة ديمقراطية ذات سيادة إذا لم نكن متفقين على السيادة إذا كان هناك من يرحب بالاحتلال يرفض القول بأنه لا يريد الاحتلال لا يعني يدين الاحتلال الخارجي إن كان الأمريكي أو التركي ولا يدين الاحتلال الداخلي المتمثل في المجموعات الإرهابية فكيف يمكن أن يتم الاتفاق على سائر التفاصيل؟ هناك خلال الجوهري الحقيقة وهذا مفهوم للأسف لأن هذه الأطراف المعارضة اسمح لي بالمقاطعة دكتوريا يعني هي مشغلة تركيا ومشغلة ناعة التفاوض رجاء أن اسمح لي بالمقاطعة حينما سئل جير بادرسون عن خطواته القادمة بعد فشل التفاوض قال علينا الذهاب إلى دمشق للتباحث مع الحكومة السورية هل تشير هذه الكلمات لأن الفشل في عملية التفاوض يا دكتور أسامة ربما جاء من تعنت حكومة دمشق في رأيك أم لا؟ يعني لكي نقرأ المشهد برمته علينا أن نبدأ بمشهد المعارضة هناك تقاذف عجيب للاتهامات هناك إنشاء كليات وهيئات والانسحاب منها ونقل البندقية من كتف إلى كتف جماعة التركية وضط جماعة السعودية ونصر الحريري يشتم الآخرين وهذه البحر يخون الآخرين هناك مشهد الحقيقة كل هذا معلوم يا دكتور أسامة من قبل الجلوس على طاولة النقاش والتفاوض كل هذه الأمور تشتت المعارضة إن صحت الكلمة كما ترغب في قولها معلوم اعطني مثالا يا دكتور أسامة على الخلل في عملية التفاوض اعطني نقطة مثلا عليها الجدل بين الطرفين إذا كان البيدرسون يريد القدوم إلى دمشق لكي يدفع هذه العملية للإمام فهذا مفهوم ولكن إذا كان يريد أن يذهب إلى دول أقليمية وقوى دولية معروفة لكي يمارس ضغطا فهذا خارج تفويضه بكل الأحوال لا يوجد ضغط في موضوع إقرار العقد الاجتماعي السوري لا ضغط أمريكي ولا ضغط روسي ولا ضغط إيراني لكنه لم يقل هذا دكتور هو لم يقل هذا هو قال سأذهب إلى دمشق ربما في إشارة إلى أن الخلل يأتي من دمشق أليس كذلك؟ هو الحقيقة لم يقل فقط دمشق قال أنه سوف يقوم بجوله على عدد من العواصم فإذا كان الهدف من القدوم إلى دمشق هذا مفهوم أن يكون هناك دفع للأمور إلى الأمام ولكن إدخال العواصم الأخرى بمنظور الضغط السياسي هذا مرفوض بشكل مطلق لأن الأمر ليس معنيا به العقد الاجتماعي بين السوريين لا التركي ولا الأمريكي ولا أي طرف من الأطراف التي يمكن أن تتدخل لذلك عمليا يجب على بيدرسون أن يدرك أن الأمر بحاجة إلى وقت يجب أن يدرك بأن الموقف الوطني السوري يحتاج إلى المسلمات الأساسية التي يبنى عليها أي عقد اجتماعي وهي احترام السيادة رفض الاحتلال رفض الإرهاب أن يذهب إلى العلانية والشفافية وأن يقول من هي الأطراف التي تعترض على هذه المسلمات الوطنية التي ترد في مقدمة كل دستور وهي من الأساسيات والبنية التحتية التي يبنى عليها حضرتك في بداية الحديث تحدثت أنه على جير بيدرسون أن يدرك أن مسألة التفاوض تحتاج ربما إلى وقت مرت شهور يا دكتور أسامة أليس كذلك؟ كيف تترقب أمد هذا التفاوض؟ طبعا الحقيقة الطرف الذي حاليا وسابقا لديه مصلحة بالتعطيل هو واضح يعني الموقف وفد الوطني السوري هو ينطلق من مرجعية وطنية واضحة ينطلق من مسلمات واضحة في حين أن الطرف الآخر اليوم لربما هناك من يعول أو يريد أن يقرأ إلى أين سوف تذهب إدارة بايدن كيف سوف تتعامل مع تركيا كيف سوف تتعامل مع السعودية ويبني على ذلك كيف سوف تتعامل مع الموضوع القسد والمنطقة الشرقية وإدخال تركيا في الموضوع من عدمه وعلى هذا الأساس يريد أن يبني موقفا جديدا هذا الأمر الحقيقة هو من يعطل من البداية وحتى الآن موضوع الدستوري هو موضوع تقني قانوني سياسي بالمعنى الوطني وليس موضوع جيو بوليتيكي إذا كانت المعارضة وفد المعارضات المتقاتلة والمتناحرة تريد أن تصنع من هذا الموضوع أنه رؤية لإدخال الجيو بوليتيك في أشياء الدستوري القانوني السوري فهذا الأمر لن يصل إلى أي مكان هذا خارج المنطق الذي يجب أن يحكم مثل هذه العملية والذي هو يتعلق بتطلعات السوريين وليس بتطلعات الدول لا الحليفة للدولة السورية ولا الحليفة لهذه الأطراف التي تتشكل منها المعارضات المتناحرة فيما بينها شكرا جزيلا لدكتور أسامة دانورة الكاتب والباحث السياسي أشكرك دكتورة على كل هذه الإضاحات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر